موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم عنا حلقة في غاية الأهمية وحابب ألقي بعض الضوء على موضوع كتير كتير مهم هو موضوع فتح العيون بعنوان أريد أن أبصر من بداية الأيام حتى الله لما ابتدأ في عمل الخليقة وقال الله ليكن نور فكان نور وعلى طول أول أعماله أنه فصل بين النور والظلمة ومن ذاك الوقت طبعا النور يحارب بالظلمة والظلمة لم تدركه والظلمة تحاول أن تحارب النور وطبعا هذا الصراع حتى يومنا هذا صراع سواء أبناء النور مع أبناء الظلمة ظلمة هذا العالم ظلمة هذا الدهر فهذه الحرب الشرسة ما زالت حتى يومنا هذا ولكن عندما جاء يسوع المسيح هو نور العالم جاء لكي يشرق بنوره ويفتح العيون ليس فقط الجسدية ولكن العيون الروحية لكي تبصر ونحن في هذه الأيام وصلنا إلى حالة كل المقييس وكل المعايير اختلفت وتغيرت وطبعا كثير من الناس فقدت التمييز أو الحس الروحي وصرنا في هذه الأيام تنطبق علينا الآية في إشعية خمس آية عشرين ويل للقائلين للنور ظلمة والظلمة نور وطبعا للمر حلو والحلو مر أو الخير شر والشر خير يعني معاييس انقلبت بدل ما يشوف النور عم بيشوف الظلمة والغريب انه ممكن يحارب بكل الوسائل وبكل الامكانيات حتى يثبت نفسه وكل الموضوع هي صلاة بسيطة افتح عيني حتى ارى النور أو كما يقول الكتاب المقدس بنوره نرى نورا ابقوا معي سأتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلنا حبائنا مشاهدينا اسمحوا لي أن أقرأ من كلمة الله في الإنجيل المقدس بشارة لوقى إصحاح الثامن عشر ورح أبتدي من آية خمسة وثلاثين ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجمع مشتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع الناصر مجتاز فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك فقال يا سيد أن أبصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله يبارك لنا رب كلمته على ما سمعنا في هذا الوقت هذا الأعمى كان موجود في منطقة أريحة أو بالأحرى بين أريحتين القديمة والجديدة وهذا الشخص لما سمع الظهر نسامع عن يسوع الناصر أنه يصنع المعجزات ويشفي العميان فأول ما سمع وهذه كانت الفرصة الأخيرة لأن يسوع رايح للصليب إلى أور شليم فصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني طلب الرحم من يسوع المسيح حاول الجمهور الغفير اللي ماشيين مع يسوع أنه يسكتوه ولكن صرخ أكتر عنده احتياج فوقف يسوع وطلب منهم أنه يتقدم وسألوا سؤال زي ما في الحلقة الماضية تكلمنا عن لمسة التطهير الأبرص قال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني وهنا سأل يسوع هذا الأعمى سأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد لاحظ قال له يسوع أبصر قوة سلطان جلال حضور إيمانك قد شفاك وطبعا هنا شفاك تعني أيضا إيمانك قد تخلصك لأنه فعلا مجد الله وتبع يسوع وكمل مع الجمهور إلى أور شليم ولكن عندما جاء إلى يسوع جاء باتضاع بحسب البشائر الأخرى ترك الرداء وركض لعند يسوع وهناك طبعا صرخ ارحمني يابن داود يعني هي ابن داود يعني ضمنيا اعتراف من هذا الأعمى أن المسيح أو أن يسوع هو المسيح المنتظر وأنه الملك وبكلمات يسوع أبصر سلطان يسوع بقوة الخارقة فتح عني الجسدية وقال له إيمانك قد شفاك يعني إيمانك قد خلصك فتح أيضا عيونه الروحية من هذا أحباء نستطيع أن نفهم بحسب بشارة مرقص أنه هذا الأعمى اسمه بارتماوس ابن تماوس واحد من سكان أريحة وبحسب بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاء عشرين متى بيذكر أنه كان فيه أعميان ولكن الظاهر أنه المتكلم والمتحدث في هذا الموضوع كان بارتماوس وطبعا نشوف أنه يسوع أحبائي أنه كانت الناس تدنو إليه الخطاء والعشرين والزنا والبرس البرس كانت تأتي إلى يسوع ولم يتنجس المسيح بلمسة الأبرس بل كانت تطهر بلمسة يسوع المسيح وهكذا النازفة وهكذا الميت أقامهم جميعا شيء آخر أحبائي نشوف فعلا محبة الرب يسوع المسيح أنه كان ممكن لأنه لحظات صعبة جدا المسيح رايح للصليب وكانه مش وقته إسه يعني تصرخ ولكن دايما يسوع المسيح كان يقترب من العميان ما كانش يمنعهم كانوا يأتون إليه بجرأة وبثقة عالمين أنه عنده القدرة على الشفاء فالمسيح كان يحب الناس كان بيرحم كان بيحب وكان بيتحنن وهذه طبيعة يسوع المسيح ما في شخص اقترب من يسوع إلا واتغيرت حياته في لمس في يسوع المسيح اللي كانت فعلا بسلطانه وبقدرة الخارقة كان يقوم في هذه المعجزات فإذن أحبائي هاي المعجزة حدثت عند أريحة واضح هون اندل على شيء بدل على سلطان المسيح على محبة المسيح على قدرة يسوع المسيح وإشارة أنه للصدق دعوة المسيح أنه هو المسيح المنتظر وأنه هو الملك وأنه هو المخلص من يستطيع أن يقول إيمانك شفاك إيمانك خلصك الإيمان بمن ما هو استرحم يا يسوع ابن داود ارحمني قال له إيمانك قد خلصك وهذا اندل على شيء هو اعتراف أيضا بلهوت يسوع المسيح القادر على كل شيء في معجزة أخرى مذكورة بإصحاح كامل في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس في إصحاح تسعة بيتكلم أنه يسوع كان مجتاز وشافه أعمى وسأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أكيد فيه مصيبة وراء هذا المولود أعمى بحسب تقاليد اليهود طبعا ولكن المسيح عنده حل ثالث مش تفكير التلاميذ ولا تقاليد اليهود عنده الحل بتاعه الحل الإلهي يعني لاحظ كلام يسوع المسيح قال هذا لا هذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطل بالطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى واغتسل وأتى يعني رجع بصير لاحظ في هذه المعجزة أن يسوع عنده القدرة وهذا وحل ليسوع المسيح ليس بحسب تفكير الناس بتذكرني في كلمات مشابهة في صحاح 11 عندما أرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض طبعا مرته ومريم أرسل وراء يسوع لأن العازر كان مريض كان جواب المسيح هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله بس بالحقيقة إنه العازر مات وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان له أربعة أيام وبالحقيقة إنه أنت يعني خلاص رحت طالعة ولما راح عند القبر قال لمرث إن آمنت ترين مجد الله عنده حل غير الحلول البشرية صرخ العازر هلما خارجا فطبعا خرج العازر وأقام من بين الأموات أو بالأحرى كما فعل مع المولود أعمى فعل مع العازر أي أنه خلق خلق عنين لهذا المولود وخلق جسد جديد لألعازر والسؤال من هو الخالق ومن يستطيع أن يخلق الذي به أيضا عمل العالمين كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان به وله الكل قد خلق وفيه يقوم الكل فإذن المسيح هو الخالق والمهيمن والحافظ كله بكلمة قدرته يفك يعني إيده الكلمة كل الكواكب وكل العالمين بتنهار هاي المعجزة تعتبر واحدة من أقوى المعجزات شخص مولود أعمى إذا أعمى بارتماوس اكتشف أن المسيح هو المسية هو الملك هو الشافي وهو المخلص ولكن هون في بشارة يحنى هذه المعجزة يسميها آية والآية هي علامة لكي يوضح هوية يسوع المسيح لكي يعبر عن شخصية يسوع المسيح لكي يظهر تفوق يسوع المسيح لكي يظهر لنا جلاله وسلطانه على كل شيء المسيح يتكلم فيحدث الشيء لهذا أخطأ والأبوا ولكن اللي تظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل وفعلا تفل وصنع من التفل لقطين وطلع عيني المولود أعمى وقال له انزل لتحت يعني قريبة من الهيكل في بلد اسمها السلوام هناك في بركة مشهورة واليوم اكتشفوا الحفريات هذه البركة وهناك نزل طبعا واغتسل في البركة أطاع ورجع بصير أبصر كنا نظن أن هذه المعجزة تسبب إيمان للناس ولكن قامت وقعدت الدنيا ولسيما من رؤساء الدين من المتدينين فلاحظ لما شفيا هذا المولود سألوا أول سؤال كيف انفتحت عيناك في آية عشرة في يحنى تسعة أجاب ذاك وقال ما بعرفش عنه كتير لكن كل اللي بيعرفه إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقالوا له أين ذاك قال لا أعلم وهنا حبائي هاي المعجزة نتعلم فيها التدرج بالإعلان هذا الشخص اللي انفتحت تعنيه لأنه أول مرة بحياته بيشوف النور بيشوف الشجر بيشوف الطبيعة وبالحقيقة لما تكلم معا يسوع تكلم بس ما شفوش لأنه راح للبركة لما رجع من البركة رجع يعني مبصر بالتمام ولكن كل اللي عرفه من السمع ومن الناس إنسان يقال له يسوع وطبعا هذا الجواب ما كانش كافي للفرسيين لأنه بالنسبة لهم كان اليوم السبت وبالنسبة لهم تقليد السبت أهم من إقامة مية ولا فتح عيون أعمى ولا شفاء أي شخص في يوم السبت فطبعا برضو استمروا في الاستجواب قالوا الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله فطبعا كان الجواب الآخر المجموعة التانية لضد الفرسيين كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات كان في إنشقاء رجعوا سألوا الأعمى مرة تانية طيب ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك أنت شو رايك في الموضوع فقال إنه نبي نبي طبعا بحسب نبوة الكتاب موسى تنبأ عن النبي وهون بيتكلم بحسب يمكن معلوماته الكتابية في الطورة ولاحظ ابتدى في إنسان الآن يقول ابتدى يعني الآن عم بيشوف فابتدى يقول أنه نبي فطبعا لم يصدق اليهود أنه كان أعمى فأبصر دعوا الأبوين وطبعا كانوا خايفين أنه إذا أقروا أنه بينطردوا من المجمع يخرج من المجمع فراحوا دعوا هذا المولود أعمى اللي تشفى كمان مرة فسألوه أعطي مجل الله يعني كأنه اللي عمل هو كسر السب فهو رجل خاطئ فأبو أقول له هذا الإنسان خاطئ لاحظ التدرج قال أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا وحدا إن كنت أعمى والآن أبصر وهي شهادة المفديين على مر العصور والأزمان ما نعرف لأن هذه معجزة إلهية كنت أعمى والآن أبصر وطبعا الفرسين ما زالوا طبعا بيستجوبوا هذا ماذا صنع بك كيف فتح عينيك مع أنه حكالهم صنع وتفل وصنع من الطين تفلا يعني أنه خالق ما هو الرب لما خلق آدم صنع من طراب الأرض وكأنه هذا الشخص ولد ناقص فعم بيخلق وطبعا هي الرسالة هون رسالة روحية لأنه في ناس عميان لكن روحيا مبصرين ومستنرين وبيعرفوا بينتظروا الحياة الأبدية ولكن في ناس عيونها مفتوحة ولكنها لا تبصر كيف فتح عينيك فعم بيحكي لهم فراحوا شتموا فقالوا نحن نعلم أن موسى كلموا الله شوف الرد لهذا الرجل هذا إعلان أعلى شوي قال لهم إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عينيه هون صار معلم لللهوت هذا الشخص ونعلم أن الله لا يسمع للخطاء ولكن إن كان أحد يتق الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع بعدين بيكمل منذ الدهري لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى لأنه بالحقيقة هاي بس من اختصاص المسيح في معجزات بالعهد القديم ولا توجد معجزة واحدة اللي هي فتح العيون لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا وطبعا طردوا من المجمع في النهاية أحباء مكتوب فسمع يسوع أنهم أخرجوا خارجا فوجده وقال أتؤمن لاحظون التدرج يعني ابتدى بالإعلان إنسان يقال له يسوع الإعلان ارتفع أنه النبي ابتدى يرتفع أكتر كنت أعمى والآن أبصر ثم الإعلان ارتفع أنه من عند الله يعني مش طبيعي يكون إنسان بيتكلم كلمه بيفتح عنين أعمى من عند الله وهنا أحبائي قمة هذا الإعلان هو إعلان من يسوع ذاته سأله فوجدوا أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته بالأول سمع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو نفس الكلمة أهيا الذي أهيا الكلمة يهوى الله في العهد القديم فقال أؤمن يا سيد ومش بس آمن سجد ليسوع المسيح هذا الإعلان الكامل أن المسيح هو ابن الله وأن المسيح قابل السجود والعبادة ولم يمنع هذا المولود فإذا أحبائي كيف فتحت عيناك يسوع المسيح هو الذي يستطيع أن يفتح عيون العمي لاحظ ردة الفعل في يحن 12 آية 37 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمن به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب إشعياء 53 لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا في إشعياء إصحاح 6 طبعا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه شو كانت المشكلة الكبيرة المشكلة القديمة المشكلة الحديثة أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة وهنا يقول يسوع المسيح لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله فالنبي الكاذب هو الذي يمجد نفسه وهو الذي ما عندهش أي فعل ولا تأثير ولا فاعلية ولا ثمر ولا معجز ولا ما شابه النبي الكذاب هو اللي دائماً بيهتم بنفسه إشباع رغباته من نساء ومن خيرات ومن السبي ومن الجوار ومن يعني يعني بيكمل هاي صفات النبي الكذاب لكن هون أحبائي كان يصنع خير يجول يصنع خير ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس فإذا انفتحت عنيه وهذا مهم جداً أحبائي لأنه هذا اندل على شيء بدل على طبيعة وهوية يسوع المسيح وعلى إرسالية يسوع المسيح وعلى رسالة يسوع المسيح لأنه هو نور العالم في يحنى 8 آية 12 أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فالمسيح أحبائي نور العالم هو النور الحقيقي هو نور للأمم فإذا المسيح نور العالم لم يتكلم بآية مجرد الكلام ولكن كان يفعل ما يقول وهذه طبعاً صفات الشخص الحقيقي في يحنى 6 35 قال أنا هو خبز الحياة لكنه أشبع الآلاف وهنا في يحنى 8 قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي في يحنى إصحاح دعش قال أنا هو القيامة والحياة أقام ألي عازر من بين الأموات بل أقام يسوع نفسه من الموت في مصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح فإذا هاي نقطة مهمة جديد كتير في معجزات كتير صنعة ولكن اختصاص فتح العيون هو اختصاص الرب يسوع في إشعية 29 في إشعية 35 إشعية 49 آية 6 إشعية 42 آية 6 إشعية 9 آية 2 ثلاثة الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور في أعمال 1347 بتم من نبوه في العهد القديم أرسلك نور للأمم لتكون خلاصاً إلى أقصى الأرض فإذا أول شيء أحبائي اليهود بالنسبة لهم خلي بالك إنه عشان يعرفوا مين المسيح فهون عم بيعمل أمور اللي بتثبت مصداقيته إنه هو المسيح المنتظر فاليهود كانوا بينتظروا علامات ليه المسيح أهم علامة وأول علامة إنه المسيح هو الذي يفتح عيون العمي تتذكروا في إنجيل متى إصحاح 11 سأل يحنى أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ولا نستنى مسيح تاني فكان جواب المسيح ليحنى أول جملة العمي يبصرون وهذا كان دليل كافي ووافي لمصداقية المسيح أنه يفتح العيون العمي بل أعطى هذه الإرسالية للتلاميذ عندما قال الأعمال التي أعملها أنا تعملون أعظم منها لأني ماضي إلى أبي وعندما بعت التلاميذ في إرساليه قال يعني أخرجوا شياطين أقيموا موتى افتحوا عيون فإذا فعلا كان يفتحوا العيون وكانوا يتمموا مشيئة الرب يسوع المسيح العلامة الثانية بالنسبة لليهود أنه المسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثنى عشر فهم هاي الموضوع قيافة اللي مع أنه كان ضد المسيح ولكنه تنبأ نبوة اللي هي بتنطبق على المسيح قال لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد وفعلا بسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل ولكن عمل شيء أكثر قال لي خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتب تلك حتى تكون رعية واحدة اليهود والأمم فوحدهم من خلال عمل في الصليب العلامة الثالثة المسيح والذي يبني الهيكل قال يسوع انقد هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام كان يتكلم عن هيكل جسده فإذا واضح أن يسوع المسيح تمت فيه هذه المواصفات لأنه القادر على كل شيء اللي تمت فيه نبوات العهد القديم وهو الذي يتكلم بكلمة فيستطيع أن يحقق كل شيء ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا المشاهدين عدم الإيمان بيسوع المسيح يعتبر كارثة فالمسيح عنده مصداقية وتخايل كل الأمور اللي عملها وداما منقول لكل أحبائنا مجرد أنك بستقرأ الإنجيل المقدس فيه نور وهذا لابد أن تنفتح عيناك لابد لابد أنه الرب يفتح عني الخوف والشيطان اللي بيشل أذهان الناس بيعمي أبصارهم لألا يبصروا وتصور أنه يعني مثل الفرسيين رؤساء الدين اللي بيقودوا الشعب كامل بالعمى كما قال يسوع أعمى يقود أعمى كلاهما يقعان في حفرة النتيجة أنه بيذهبوا إلى الجحيم بسبب سماع القيادي بدون ما يفحص بدون ما يبحث من نفسه ولكن نشكر الله ملايين من الناس في هذه الأيام انفتحت عيونهم لأن هذا هو عمل الروح القدس يفتح العيون رح أواصل الحديثة بس حابب أخذ مكالمة أو اتنين وبستكمل حديثة المكالمة الأولى من زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخي زكريا أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا حبيبي زكريا أهلا بيك الله أحبك أتمنى لك سنة سعيدة سنة أطلق في سعيدة سنة أمازيغية سعيدة كل عام أنتم بخير شكرا جزيلا شكرا يا أخ زكريا وأشكرت على برنامج لكم نوع فكان النار وزل الضلام وضلال إخلام الرب يباكك حبيبي تفضل يا أخ زكريا تفضل الناس والخراف بالتالة وعيون الشباب أمين واجاء الرب يسوى بالنسيح واشتفى عيون قلوبهم لقبصروا نور رب ونور كتن من السوء أمين نعم والآن نشهد أن الأعمى يقود أعمى عبر الولايات كمسلمين يقود بعدهم بعض الخراف إلى التضاب وركن سيأتي كما قال ربي يسوع المسيح الذي يأكد يسقونكم الحليب الردي الطار وهو هو الرسول المحمد السعود قد طارك الذي قاد نصف سكان القرآن أرضية إلى الدلات والجهل للدلات الإسلام وفي ذلك خرافة خرافة حيثان الوراق ضغلت الوراق مجيس مداليون محمد وفادها إلى بيت المقرسي أي السولينار وربطها وبحث عن الزشري وإعمار الزعل في دلال الهجان بسم الدك ربطها الشرطان تتقيق وياسيذر أخي زكريا الصوت مش واضح الصوت مش واضح الصوت واضح تفضل الله يحفظ قلت المحمد الرسول كذب هو الذي سنبقى عليه يا رب يسع النسي في الإنزيل حين قال ليأتي أنبياء مكذبة يسعود مكذبة في الطعام أي عبر المدارس التي تدرس من هذه التربية الإسلامية وتتخبر المقول أبطال وتحول من ملائكة إلى الشياطين وإعمالي في إزالة تلك المادة مادة التربية التي تأمي بأسر الكلام دول الشباب والأطفال ويجب محاسبة وزار التعليم المغرب والدول العربية وجميع الدول العربية وجميع الدول الإسلامية التي تفضل الإسلام كذلك للأمة وكفى على الحكومات العربية أن تقول بأنها تنتق بإسم الشعوبية أبطال التي تريد من زوء والمحاوز والمسلحة والجيحل والغرب الإسلام إزال أخ زكريا أخ زكريا بس عاوز أقول لك أنه يعني رسالتك وصلت حبيبي ولكن بأعتذر أن الصوت فعلا الصوت ليس واضح يا أخ زكريا لكن أنا بشكرك من كل قلبي على المداخلة وطبعا يعني خلينا ننتبه يعني لكلمات الرب يسوع المسيح وطبعا الشيء اللي بيعجبني في يسوع المسيح الطهارة والقداسة والتضحية يعني ما كانش بفكر في الزات مكتوب عن يسوع المسيح الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة ولكن الكارث هنا لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لأن لا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فإذا في حرب شعواء اللي بحب النور لابد أن يأتي إلى النور كل إنسان في قلب وفي داخله عاوز يكتشف النور الرب مش رايح يترك هذا الإنسان والكتاب المقدس واضح أنا يعني كل اللي عاوز أقوله إذا صعب عليك اقرأ فقط إنجيل يحنى يعني ممكن تقرأ بساعة سعتين إنجيل يحنى 21 إصحاح مش صعب وأنا بأكد لك لو قرأته رح تتغير حياتك رح تشوف أمور خارقة عظيمة لأنه النور بيفضح الظلمة والنور بيكشف والنور ببكت الإنسان من الداخل وأنا بصلي من كل قلبي مثل ما سمعنا من زكريا إنه فتحت عيني إنه الله يفتح العيون على فكرة بغض النظر أنت كنت مسلم مسيحي يهودي الرسالة هي وحدة أنا بتكلمها على التيفي على السوشال ميديا في المنبر في الكنيسة بصفر لأي دولة ما فيش رسالتي واضحة بجرأة بدون خوف لأنه أنا مش قصد إنه أقل الولقهين ولكن فعلا فعلا عيب إنه نحط أي نبي أي عظيم أي شخص نقارنه بيسوع المسيح ما بنفعش ما بنفعش فأنت لما بتصطدم بيسوع أنت أمام الله الظاهر في الجسد مش مجرد كلام تقول لي أستغفر لا لا جرب اقرأ وبعد ما تقرأ احكم لأنه كثير من العقائد المسيحية مساء فهمها لأنه كثير قيادات فرضوا على شعوبهم إنه ما يقرأوا الكتاب المقدس لأنه فعلا إذا اكتشف إذا اكتشف رح يجي للحق ورح يبصر النور شيء ثاني وضعوا قوانين صارمة إنه إذا شخص ترك دينه يعاقب أو يحاكم فطبعا أو لا يستطيع أن يغير ديانته أو لا يستطيع أن يغير اسمه فالدائرة تدور فطبعا إذا هذا القانون بضل فإذا عم تتحرك من خوف خايف وعم بتدافع على إله وهذا الإله الذي يعبد النبي لا أعرف مين بيعبد مين ولكن اللي عاوز أقوله أحبائي رسالة المسيح واضحة ينير يشفي يحرر يخلص يبارك أيضا طيب كان في مكالمة ممكن نرجع لها فهي الشفاء الجسدي هو عمل روحي عمير وهذا كان مفهوم التلميذ ومفهوم كمان أنبياء الله في العهد القديم يقول كتاب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته في كولوسي لصحة الأول في أفسس مكتوب لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب أسلك كأولاد نور مرتان بقولك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح وهكذا أحبائي كما بولوس تتكلم عن اختباره قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض دايما النور أو فتح العيون هو دلالي على الخلاص الروحي وهذا فقط من اختصاص يسوع المسيح لا يقدر أحد أن يخلص أو كما هو مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور أحبائي لا تشتركوا بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الشخص اللي في المسيح صار نور المسيح أيضا من أجل هذا أحبائي المسيح هو نور العالم النور الحقيقي نور الأمم بنوره هو المصدر بنوره نرى نورا الرب يفتح أعين العمي في مزمور 146 الرب يقوم المنحنين يشفل منكسرين القلوب ويجبر كسرهم بنفس الإصحاح مزمور 146 المسيح على فكرة صنعة كتير لما قال العمي يبصرون بيتكلم عن كم هائل من معجزات فتح العيون يعني إحنا حكينا عن المعجزتين الشهيرتين أعمى بارتماوس في أريحة أو المولود أعمى اللي كان عند الهيكل قريب من الهيكل ولكن في معجزة أخرى قوية جدا اللي هي حدست في بيت صيدة بيت صيدة اللي هي عند بحيرة طبرية بيت صيدة كانت بلد شرير وكان فيها عبدات وثانية قديمة ولكن في أعمى المسيح كانت واحدة من المدن اللي بيسكنها اليهود ويبتشوف القصة في مرقص إصحاح 8 فكان في شخص أعمى وهم يعني الناس اللي قدموا هذا الأعمى ليسوع المسيح وكأنه تحدي فالمسيح معجزاته مش استعراض فأخذ هذا الأعمى خارج المدينة وطبعا عمل يعني الشفاء كان على مرحلتين المرحلة الأولى تفل ولمس يعني مش بس تفل يعني على عينين هذا الأعمى وكمان لمس عينين والشفاء كمان كان على مرحلتين المرحلة الأولى هذا الشفاء لما أول مرة قال شاف الناس كأشجار يمشون وطبعا بحياته مش شاف لأول مرة بيشوف يعني فظاهر أنه كان يشوف الناس كزي طوال زي الشجر فرجع المسيح لمسه وعاد صحيحا كما يقول الكتاب المقدس يعني المسيح ما عنده طريقة واحدة على فكرة في المعجزات يعني المولود أعمى مكتوب عنه تفل وصنع من التفل طينا وهذا الأعمى مكتوب تفل في عيني وأبصر وعاد صحيحا ومش بس فيه معجزة في مرقص سبعة عن واحد يعني كان أصم أعقد برضو أخذوا من بين الناس أو من بين الجمع ووضع أصابعه في أذنيه حط الأصابع في الدنين في الأذنين وبردو التفل ألمس لسانه مرات كان بيتكلم مرات كان بيلمس وهون كان فعلا عم بيخلق لسان وأذنان جديدتان فهذا هو عمل الرب يسوع المسيح شفاء العمي في منطقة الأمم مكتوب فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم شف كل العمي في الهيكل في الهيكل وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فهو يفتح البصر والقلب والذهن والبصيرة أيضا خلينا نأخذ فاصل ورح أستكمل حديثه أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان يسوع المسيح هو النور الحقيقي يسوع هو مصدر النور وخالق النور ومانح النور لا تقول في شخصية في كل الوجود يستطيع أن يفعل هذا العمل يسوع هو النور هو مصدر النور هو خالق النور يقول عنه الكتاب المقدس ومانح ومانح النور أحبائي تعرفوا واحدة من أعظم القصص في العهد الجديد هو هداية وتجديد شاول الترصوصي شاول كان متعصب جدا كان ينفث تهددا وقتلا يعني سم ببث سموم الكراهية ضد المسيحيين مثل كتير حالة ناس اليوم اللي عم بيقتلوا وبيظنوا أنه عم بيقدموا خدمة لالله شاول أخذ تصريح من رؤساء الكهنة في أورشاليم وصار شمالا إلى سوريا ولما اقترب من من وقال على الأرض نور عظيم جدا وبالحقيقة عمى وبعدين قال ماذا تريد يا رب ماذا تريد أن أفعل قال لروح اذهب إلى دمشق وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل لما منقرأ عن إيش كان الله عاوز من شاول قال أنه هذا إناء مختار يحمل اسم أمام ملوك وأمم وبعدين منقرأ أنه كان رسالة المسيح لشاول قم على رجليك لأن من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزا لاحظ الكلام منقزا إياك من الشعب يعني من اليهود ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم هذه الإرسالية تفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين شو كانت الإرسالية تفتح العيون ليه نفتح العيون لأنه فتح العيون دلالة على الخلاص والتحرير من سلطان الشيطان مكتوب عنه الذين فيهم إلى هذا الدهر يعني الشيطان قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله شو يسوع بيعمل لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح أي تنظر لهذا الوجه لابد أن تخلص من خطايا رح أخذ مكالمي أهلا وسهلا أخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال ألو أخني شار سلام ونعمة المسيح معاك وأنا مفتوطة كثير كثير وسعيدة أنه شفت حضرتك مرة أخرى وبالبرنامج مباشر الرب يباركك ويتمجد في خدمتك وين ما تقول شكرا أخني زار أنا الرب يسوع المسيح له كل المسيح يقول لهم عيون ولكنهم لم يبصروا ولهم آذان ولكنهم لم يسمعوا فأنا كنت من الأشخاص اللي عندي عيون لكن لم أبصر علما كنت ومسيحية متدينة لكن بعد ما الرب نور حياتي ودخل حياتي وقلبي ونور فكري فأصبحت دائما أقول سنت أعمى والآن أبصر بعد ما فتح عيوني أصبحت أقرأ الكتاب المقدس بقلب مليء بالإيمان وبعيون أفهم الكتاب المقدس قبل كنت أقرأ ولا أفهمه فالرب يسوع هو يفتح العيون يفتح القلوب ويخلق الإنسان خليقة جديدة ونشكر هذا الإله العظيم اللي غيرني واللي حولني من مسيحية متدينة إلى مسيحية مؤمنة حقيقية مولودة والولادة الثانية وأنا أصلي لكل شخص أن يلمس أن يعرف هذا الإله الحقيقي حتى ينور قلبه وعقله وفكره ولمن يختبره حيقول كنت أعمى والآن أبصر شكرا أخي دار والرب يباركك والرب يباركك أخت فريال شكرا كتير مبسوط أن أسمع منك أحبائي يسوع هو النور رسالته هي النور دعوته أن نكون أبناء النور إرساليتنا هي إرسالية يسوع فتح العيون وتحرير الناس من الظلمة لكي يأتوا إلى النور وهذا النور هو عمل يسوع المسيح مش بس يسوع هو النور كلمة أو كلام الرب كلام يسوع المسيح هو النور لاحظ بالكلمة مكتوب وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم أحبائي يسوع المسيح مكتوب عننا أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل فالشفاء الجسدي أو فتح العيون هو رمز للشفاء الروحي والخلاص من الظلمة والخطية من هذا العالم الفاسد الشرير بحسب فليب بيتنين لكي ننير في هذا العالم كأولاد النور كأنوار في هذا العالم الله هو الخالق العيون الجديدة والله هو الذي يصنع هذه العيون لأنه خالق البصر وهو الذي يستطيع أن يقوم بهذا الموضوع هذا تعبير عن طبيعة المحبة والحنان لأنه المسيح اقترب إلى الأعمى ما قالوش روح مش فاضي لك لأنه المسيح هو شمس البر والشفاء في أجنحتها أعطى التلاميذ واليوم هذه الرسالة عاوزين أن العيون الروحية تنفتح بتلمة الله فتح كلامك ينير يعقل الجهال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي قال المرنم الرب نوري وخلاصي تخيل الرب يعني يهو نوري وخلاصي قال يسوع أنا هو نور العالم أنا هو أيجو أيمي يعني بقول نفس الآية في مزمور 27 بقول أنا هو نور العالم الرب نوري وخلاصي ممن أخاف فإذن المسيح هو نور العالم أحبائي النبوات كانت تتنبأ عن مجيء المسيح الذي يفتح العيون وأنه يخلق العيون وأعطى التلاميذ أن يفتحوا العيون وأن الشفاء الجسدي دلالة لخلاص النفس شفاء روحي ولكن كثير مرات أحبائي مرات يسوع تكلم عن هذا الموضوع بصغة الدينونة لم تريد أن تؤمن لدينونة أتيت إلى هذا العالم فجاءوا بعد ما شف المولود الأعمى سألوه ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية صليها اليوم قل لي يا رب حررني من الكبرياء حررني من الظلمة حررني من الفساد حررني من الخطية اعترف للرب قلت للرب اعترف قل له افتح عيني افتح اكشف عن عيني حتى أرع جائب من شريعتك افتح يا رب خل أعطيني البصيرة الروحية افتح ذهني حتى أفهم الكتاب حررني من كل قيود حررني من كل ظلمة تعرف 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 احبائي لما الانسان بيسمح لمنطقة مظلمة فالشيطان عادة يعمل في المواقع المظلمة ولكن صلي اليوم قل له يا رب حررني من الظلمة حررني من القيود حررني لانه انا مش شايف مش شايف مزبوط اكشف عن عيني تعرف الشخص اللي عايش في المستنقع او في الوحل لا يستطيع ان يرى صحيحا ولكن عندما يتحرر ويحلق ويرتفع بيبتدي يشوف من خلال عيون المسيح معجزات كثيرة فتح المسيح عيني الاعمى في بيت صيدة بارتماوس في اريحة المولود اعمى في اور شليم فتح عيني شاول الترصوصة وما زال في عمل فتح العيون والان حباء لازم تدرك شيء مهم وحقيقة مهمة انه غرض كل المسيح نور العالم لكي ينير كل انسان وغرض المسيح انك ما تضلك عايش بالخطية مستعبد مقيد باصفاد واغلال وقيود العبودية ولكن تدرك انه الله ما حبه الله بحبك بس مشكلتنا الخطية فالان تعال للرب اعترف للرب خطيتك توب عنها مثل العشار اللهم ارحمني انا الخاطئ صليها اغسلني يا رب بدمك الطاهر الثمين ادعو المسيح الى حياتك اقول يا رب انا ادعوك الى حياتي حتى تنور قلبي وهذا وعمل الله الله الذي قال ان يشرق نور من ظلم يشرق الان في حياتك واشكره انه يأتي الى حياتك اليوم وصلي اقول له بشكرك على النعمة انك فتحت عيوني استمر بقراءة الكلمة لان الكلمة هي نور وبتزيدك اضاح ونور حتى فعلا تكون مشابه صورة يسوع المسيح بصلي من كل قلبي انك اليوم طلبت يسوع على فكرة منحب نسمع منك الى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة